من أخبار العابة الأخرى نروح لآخر فقراتنا فقرة وانشوت وانشوت النهاردة من قلب مباراة السوبر مباراة طبعا شفنا مباراة قوي جدا بين النادي الأهلي وبيريميدز في النسخة رقم 20 من كأس السوبر المصري المباراة كان فيها توطر كبير وكده ده شيء طبيعي يعني بين فريقين عندهم رغبة حقيقية في تحقيق الفوز وبالرغم من الشد العصبي ده لكن محمود كهرباء عمل لغتك حلوة جدا صحيح ان هي تكون فعلا معنا النهاردة في وانشوت لما راح بعض المباراة لدكة فريق بيرميدز وقال لهم هارد لك ووجه التحية كمان لكل الموجودين في دكة بودلاء نادي بيرميدز في لعطة صراحة كانت جميلة جدا بتؤكد الروح الرياضية هي اهم حاجة في كل منافسة واهم حاجة في الرياضة بشكل عام ولازم الروح الجميلة دي هي لتسود في كل ملاعب مصر بشكل عام وفي كل طبعا مباراة اكيد هيبقى فيه منافسة قوية وشرسة جوا الملعب وبكل تأكيد هيكون كل واحد عايز يكسب لكن بعد صفارة النهاية بنرجع كلنا اصدقاء وحبايب وقلفة واحدة كمان اكيد الكل شاف اللقطة الممرة كمان الشرفي اللي عملوا لعيب النادي الاهلي مباراة لفريق نادي بيرميدز اللي احنا شايفينهم مع حضراتكم لوقتي على واجب وشارة وتوجيه التحية من لعيب النادي الاهلي اللعيبي بيرميدز تحية اليوم على اداءهم القوي جدا خلال المباراة اللي انتهت طبعا بفوز النادي الاهلي واحد صفر امبارح بالسوبر المصري وحصم السوبر للمرة 13 في تاريخ النادي الاهلي